أعلنت جمعية كتاتيب للتعليم والثقافة التربوية الأحد عن عقد مؤتمر المدارس الخاصة للعام 2017 تحت عدوان الجودة والقيم في العملية التعليمية مؤشرات نهضة ومعيار تميز السبت المقبل جاء ذلك خلال مؤتمر للجمعية والمدارس الخاصة تناول فيه أبرز ما سيتم مناقشته خلال المؤتمر القادم وما سيتضمن من جلسات نقاشية مدير الجمعية منذر الحاج حسن قال خلال المؤتمر الصحفي أن المؤتمر يسعى إلى التقاط رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني وما تضمنته من رؤى ووضعها موضع التطبيق مبينا أن المؤتمر سيكون جزءا من الجهود الوطنية للنهوض بالعملية التعليمية من خلال تحقيق الجودة في التعليم وبناء منظومة قيمة تستند إلى تراث الأمة وقيامها بعيدا عن الغلو والتعصب والتطرف أنا منذر الصوراني نقيب أصحاب مدارس الخاصة هذا المؤتمر هو امتداد لمؤتمرات التي حصلت سابقا التي قامتها نقابة أصحاب مدارس الخاصة لكننا في النقاب قطعنا عن إقامة هذه المؤتمرات لظروف معينة لكن ارتأت جمعيت كتتيب أن تقيم هذا المؤتمر ودعتني إلى أن أكون الشخص الذي يمكن أن ينطق باسمهم في هذا اللقاء الذي تم الآن في فندق الرويال المؤتمر جيد المؤتمر سيشارك فيه العديد من دول الخليج وعنوانه ممتاز اللي هو الجودة والقيم في العملية التربوية مؤشرات نهضة وعرف كيف هذا المؤتمر يتبنى فكرة تطوير التعليم الخاص في أكثر مجال وهذا المؤتمر يعني هو معزز لدور المدارس الخاصة ومعزز لدور وزارة التربوية والتعليم بأن نقيم مؤتمرات على هذا المستوى تنال إعجاب الحضور هناك أكثر من ورقة عمل في اليوم الأول في عنا ثلاث ورش في اليوم الثاني عنا ثلاث ورش وفي شخصيات ستقدم كثير من أوراق العمل وكلها حول محور يعني حول العنوان الرئيسي اللي هو الجودة والقيم في العملية التربوية والتعليمية ويعتبر المؤتمر امتدادا للمؤتمرات التي تعقدها النقابة في مجال التعليم وسيسهم في دعم التعليم الحكومي وتطوير التعليم العام والخاص ليكون التعليم في الأردن متميزا حازم السردي الحقيقة الدولية